كتير بنسمع في أمثالنا الشعبية مثل بنكرره كتير جداً وبنقوله في حياتنا اليومية الخال والد طب يعني إيه الخال والد؟ هل يتصرف مع أولاد أخته زي الأب؟ ولا من الممكن أنه يتعامل معهم بطريقة مختلفة شوية؟ هل مثلاً يكون دوره النصح بما أنه مش عايش معاهم؟ لو بصيت على أي صرة قرابة عندك مثلاً في عائلتك أو في أسرتك هتلاقي أقرب شخص ليك هو خالك وده طبيعي طبعاً يا هبا أي حد فينا بيحب خاله؟ والله دايماً طبعاً بيبقى فيه حب خاص جداً للخال وكمان للعمة وللعمة وللخالة الأقارب بشكل عام وفكرة التواصل ما بينهم وشكل الرعاية وأحياناً بيكون الأولاد عندهم كده حتة أن أنا ممكن أبقى قريب أو صديق لخالي أو خالتي أو عمي أو عمتي ويمكن أسمع كلامهم ونصحتهم اللي ما بحسش أن هي أوامر قوي زي ما بيشوفوا كلام الأب والأم فالعلاقة دي بتكون حساسة وبتكون لها قيمة كبيرة جداً لأن لها التأثير في التنشئة وإزاي بيكون قدوة لولدنا خلونا نتكلم عن فكرة الاجتماعيات والعلاقة بين الأبناء والأقارب بشكل عام خصوصاً الأقارب من الدرجة التانية إذا جاز التعبير وضفتنا في الستوديو الدكتورة هند فؤاد أستاذ علم الاجتماع المساعد بالمركز القومي للبحث الاجتماعية صباح الخير أصبح على حضرتك صباح الخير صباح الخير يا فن صباح الخير يا فن وخلينا نبدأ في البداية كده بالمفهوم الخال والد والخالة والدة والعم زي باباك ممكن أن أنت تسند عليه وتقول يعني العم والد وكماء طبعاً طبعاً أحنا شعايزين نتحايل بس هي وجرى المسأل كده ليه؟ إن الخال والد الفلكلوري المصري والثقافة المصرية الجميلة هي بتكرس إيه؟ بتعكس الواقع إن دايماً في التربية في التنشاء ما بيبقاش عاملين اللي هما الأب والأم بساعات كتير بزات في المجتمعات الشرقية بيبقى عندنا تدخل في التربية شوية سواء بقى الجد والجدة سواء العم سواء الخيل سواء كده فعلشان كده دايماً ودايماً الأسرة بتتربى أكتر مين اللي بيشيل للزوجة تلاقي الأب باباها ومامتها فتلاقي خلانهم تلاقي يعني دايماً الأطفال يعني الأم دايماً بتمر بمراحل كتيرة زي الولادة زي كذا زي كذا مين اللي بيشيل الوضع ده هتلاقي دايماً أهل إيه الزوجة فبالتالي بيحصل إيه تقارب شديد ما بين الخال وما بين إخواتها الصغيرين إخواتها الكبار وطفر اللي موجود فتلاقي دايماً هم أقرب نوعاً ما مش معنى كده إن إحنا نخفل للطرف التاني اللي هو العم والعمة أو الجد والجدة الطرف التاني لكن إحنا دايماً عندنا إيه حتى في الدين يعني في الكل الأديان بيقول لك سلة الرحم سلة الرحم دي مين اللي هم الأقارب الدرجة الأولى اللي هو الجد والجدة والعم والعم والجدة ده شئ جنيل وسلة الرحم دي مش إن إحنا نهتم بس نحنا نزور ونكلمهم في التليفون على الفيسبوك لا أبداً سلة الرحم معناها الرعاية والاهتمام والتربية مش معنى كده إن أنا تدخل تدخل سافر مثلاً في شروقني الأب والأم لا أنا ممكن إيه في مشكلة حصل ما بيني وما بين ابني أو ما بيني وما بين بنتي عجزت الطرق إن إحنا في الحوار وهكذا إن أنا مش عارف ألاقي مدخل ومخرج مثلاً علشان أقنع الولد فممكن أستعين بمين؟ بخاله بخاله بيسخنوني يا فندم والله بخالك بيسخنوني على الأولاد والأولاد ترجع تزعل من يعني أنا مثلاً وحضرتك بتكلمي عن حب الخال أنا بحب خلاني جداً وولاد أختي كمان أعتقد يعني أن هم بيحبوني جداً هل الموضوع مرتبط مثلاً لأنه من ريحة الأم زي ما بنقول؟ هو زي ما قلت الحراك في البداية يعني دايماً يعني ما فيش مثل سبحان الله ما بيجيش ألا من واقع المثل الشعبي دايماً بيتعكس الواقع زي ما حالي قلت الخال والد الخال والد ده ليه؟ علشان فعلاً إحنا كلنا بنتعامل مع أهل وممتنا دايماً تلقينا بالروح عن دي تيتا بالروح عن دي كده أهل وممتنا هو بيكون أقرب شوية في نفس الإسلوب في التربية في طريقة الأكل طعم الأكل نفسه يمكن بتبقى نفس سكة الأم أنا بتكلم من وجهة نظر طاب الأبناء خلينا نبص من وجهة نظر الخال والعم تلاقيهم إذن نفسهم هم بيفكروا إزاي بيفكروا إن أنا ده ابن أخوي عرق ابن أختي عتحس إن هو جزء مني حتة مني امتداد فأنا بحاول أعمل إيه بحاول إن أنا أخدوا صحبية في الأول أربي لو كان في فرق سن صغير بتلاقيه في صحاب لكن لو فرق السن الكبير تلاقي إيه أنا أنصحه بقى أتكلم معاه بهدوء كده يعني أو أرشده لطريق معين أخليني صحبه أي حاجة تقف قدامي أستشيره ليه أبقى أنا الجانب إيه اللي ممكن يقول لي سر مثلا ما يقولوش لماما ولا بابا ليه الولاد بيفضلوا ده ليه بيروحوا للخال والخالة والعم والعمة ممكن وما يقولوش لماما وبابا دايما بيبقى في الأسرة فيه طبعا كواعد للتربية الأب والأم بيحطوها بصفة عامة الأسعاد بيحصل ده كمان كتير جدا في فترة المراهق بيبقى خايف شوي رغم إنه ممكن ما يكونش الأم والأب بيتعامله بأسلوب حزم شديد لكن هي الفكرة إنه هما ساعات كتيرة بيميلوا للطرف التاني ده عشان إيه هما مزبزبين فترة المراهقة دايما ما تبقاش الشخصية اكتملت بيبقى الشخص الطفل أو الطفلة بتبقى محتاجة يعني عارفها عناصر خارجية تدعم رأي صح طب رأي ماما اللي صح بس أنا مش قادر أتكلم مع ماما ولا قادر أتكلم مع بابا نظر طبعا إحنا عندنا يعني إيه بيبقى فيه طرف تالت كده حناين شوية أطراف محايدة أطراف محايدة لا هيكلمني أنا هينصفنا أنا طب ينصحني تلاقيين إيه أخد رأيه أماما كان عندها حق يبقى أنا همشي مع كلام ماما مثلا هو هكذا فتحس أن هما لسه مزبزبين خاصة في فترة المراهقة وهم أطفال طبعا بيعملوا تصرفات كده غير يعني لا إرادية فبالتالي ما بتقدريش تخدي على الأطفال في السن الصغير بالزيد لكن طبعا مجرد ما بيجبروا فبتبدأ إيه هم إذا نفسهم يشوفوا مين القريب منهم مين الحنين مين اللي بيسمع كلامهم مين اللي هينصفهم وحيانا بيبقى الجد والجد على فكرة ده التدليل طبعا والحب كله بيبقى الجد والجد عاز من الولد والد والد لو إحنا بنتكلم على الاربات الشجيرة دول اللي بيبوصل تربية بتاعي مش عاوز أقول إنه هم ساعات كتير بيقاليهم تدخل سلبي للأسف طبعا ما فيش شك جيل غير الجيل طبعا إذا كنا إحنا مش عارفين ربي أولادنا عشان إحنا جيل غير الجيل فما بالك بالفرق ما بين الجد والحفيد في حالة وحالة تانية كمان بيبقى التدخل إيه إن أنا بحميهم فاكرين إن الأب والأم لما يقصوا أو يحطوا قواعد للعقاب للسواب هكذا إنهما مش حطين يعني إيه لأ تلاقي الأطفال يجروا جار يتحموا في تيتا يجروا جار يتحموا في خالتي في خالي وهكذا بحيث إنه طيب أنا مش هضربك بس الفكرة في أسلوب التدليل الزائد ده مش أسلوب إيجابي بتختلف الولد عن البنت في التقارب للخل؟ أكيد طبعا يعني تلاقي دايما البنت ممكن على حسب الحنية الطفل دايما بيميل للشخص اللي بيحن ليه وبيبقى الطفل حساس جدا للموضوع ده وهم ما شاء الله زوكاية جدا يعني كل أولادنا وكل مادة مادة بيبقوا أسكى من الجيل اللي قابله فبالتالي هم بيحسوا السنسور عندهم عالي جدا بيحسوا باللي بياخدهم بالحضن بجد واللي بياخدهم بالحضن ايه عارفها حضن بارد كده فتحس إنه هو الطفل ما شاء الله سواء حتى في الأب والأم على فكرة الأب والأم برضه تلاقي أبه ممكن يكون بيحبه أو بيفعل كل حاجة عشانه بس تلاقي المقابلة بتاعته برده فتلاقيه ماش بيحس فتلاقيه مفيش مشاعر الألفة دي فالأطفال ما شاء الله عليهم زكي جدا اللي تلاقي الأم غير كده تلاقي العم غير كده وهكذا يعني أنا مش عاوزة بس أفضل حد على حد لكن إحنا كلنا في المجتمعات الشرقية سواء في المجتمع المصري أو في المجتمع العربي كلنا بنتدخل في التربية أهم حاجة أهم حاجة إن الأسرة تكون حتى الكواعد اللي تحمي ولادها من التدخلات دي بمعنى إن أنا أسرة واحدة إن أنا أحط قواعد يعني فيها سواب وعقاب أو فيها حب وقصوى ماشي وتدليل وهكذا بس ما حبش أن أنا أحرج أولادي قدامهم ما حبش كمان إن أنا كمان أنا كشخص بابا وماما يجي أو جدي وجدي الأولادي يعني يحرجني قدامهم لا ما ينتقدش طريقة تربيتي عاوز يقول لي حاجة يقولها لي بعيد عنهم ليه الطفل في الوقت ده بيكون لسه بتكون شخصيته فأنا لما أكون أبني شخصيته يبقى إذن أخذها من مصدرين الأب والأم اللي هم عاشين معي دائما تمام يعني أنا مثلا ما ينفعش أنصره على بابا ومامته ولو بشكل بسيط عشان أسحبه فأعرف أتكلم معاه يعني دي بتبقى حياة في بعض المشاكل البسيط أو الغلطات اللي ينفع نعديه أنا معيك أنا معيك بس هو الطفل زي ما قلت الحضر لازم نتعامل مع الأطفال الجدائل إنهما أسكى مننا فهما بيحسوا بالكلام ده لكن أنا بتكلم عشان إيه يخلي أنا عاوزة الهدف الأساسي مصلحة الطفل صح؟ أنا دهاتي بربي ابني وبنتي علشان مصلحتهم أبني ثقة في شخصيتهم أبني شخصيتهم واحدة واحدة فإذا لازم تكون المعلومات ما تبقاش مبلبلة بقى مرة بابا مرة ماما مرة خالي مرة جدي مرة خالتي صح كده؟ إذا أنا لازم أكون حاطط كواعد إنه ولادي أنا اللي هربيه أنا أشوف أن كل فئة عمرية لها تحدي مختلف طبعا طبعا كل ده بناء الشخصية من أول ما كانوا لسه بيبي لغاية ما يكونوا كبار فإذا أنا أكون مصدر أساسي إلا هيفقدوا السقة في الأب والأم هيفقدوا السقة في الجد والجد هيفقدوا السقة ليه؟ أنت بتقولي معلومة تانية بيقولك حكسها فإذا أنا مفيش معيار بقى مفيش سوادت المعيار بقى بالزبط فتلاقي شخصيتي محتزة متبلبل أفكاري مش عارفة فكر مشتت الانتباه طب وليه وتلاقي مثلا هيبقى إيه الشخصية اللي هي الضعيفة دي تلاقي أي حد هيقولي أي حاجة هيصدقها في المدرسة طبعا التنشيئة الاجتماعية مش بطاقة على دور الأسرة فقط بطاقة بتمتد كمان المدرسة وهكذا ودور العبادة أي حد هيقولي حاجة هتلاقيني صدقتها إذا أنا بنت كده شخصية سوية لأ طبعا أنا بنت شخصية إيه فإذا لازم نحدد وده مش عيب ده مش عيب وفرق الأجيال فرق الأجيال ما بين الجد والجدة والخال آه أنا تربيت بشكل لكن أنا ممكن أكون عندي فكرة آخر سيدكتورة أنا كمان بنتكلم في وقت مش بس مصدري الوحيد من ماما وبابا ده حقيقي وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت وسائل الإعلام نفسها والأعمال اللي بتقدم فيها والدراما وخطورتها اللي بتخش كل بي يعني فيه روافط كتير قوي بتدخل في تربية الولاد وممكن ياخدوا منها المعلومات وياخدوا منها للأسف الشيء اللي فاكرينه نصيحة طبعا فيه أعمال بيكون فيها القدوة والمثل وبالعكس ساعات نشد ولادنا ان هم يتفرجوا مزبوط حتى على الأعمال الدرامية اللي احنا نفسنا تربينا عليها وإحنا سيغيرين طبعا السوشيال ميديا والعولمة والإنترنت كل دي بقت إيه يعني جوانب إيجابية وسلبية في نفس الوقت أنا دايما نقول كده إن كل حاجة لها إيجابيتها وسلبيتها أنا كأسرة بقى دوري أعمل إيه عشان أحمي ولادي إن أنا هربيهم وهطلع بزرة صالحة يعني للمجتمع البزرة الصالحة دي لازم منهم صغيرين زي ما احنا اتفقنا هنحط قواعد هنمش عليهم ما فيش حد يتدخل إذن هطلع بزرة قوية تمام كده لكن لو خليت البزرة دي كل من هب ودب هشة بتسمع بقى أي حاجة بتميل لأي حاجة وبما فيهم طبعا الإنترنت والتواصل الاجتماعي لكن أنا ههمني إن دوري الأسرة تحط حاجة مهمة جدا بس طبعا مع السن المتقد إن أنا ما خلنيش متلقي فقط أفكر في الكلام اللي يتقلي سواء بقى من عمي من خالي من الإنترنت من الفيديو اللي أنا بتفرج عليه أو من الكارتون مثلا لو الأطفال صغيرين أفكر بنقدي يعني طبعا الطفل مش هيفكر بالطريقة دي لكن أنا أقصد إن أنا إيه أخليه عنده عامل إيجابي إنه هو يتفاعل ويقول لي رأيه ممكن أنا أفرجه على كارتون على التاب مثلا وأقول له إيه رأيك يا حبيبي عاوز أشوف وجهة نظره بيفكر بيتلقي سلبي ولا بيتلقي كده وخلاص بيفكر إزاي أنا بالحوارات دي أخليه مش كل حاجة هياخدها يسمعها ويصدقها جميل جدا دكتورة في حاجة يسمع الهبة الاجتماعية كل واحد فينا في قسرته كده أو في العيلة ليه وضع بالنسبة للأطفال الصغيرين هل قرب الأطفال من الخال وبنشوفهم دلوقتي بينادوا الخال بإسمه أيا كان سنه بس بينادوا وبيدلعوه كمان في الأسماء وما يقدروش يعملوا كده بالمناسبة مع أمهم يعني هم يعملوا الكلام ده بس مع خالهم هل ده يضع في الهبة الاجتماعية وتأثير ده على العلاقة ما بين الطفل وخاله روس تساوت زي ما بنقول أنا هقول لحضرتك على حاجة الهبة الاجتماعية دي كانت إيه يعني دلوقتي الأجيال الجديدة بيعتبروها إيه إن أنا أقول للخالي يا خالي كذا كذا بقت موضة قديمة يعني في الأجيال الجديدة فالهبة مش بشرط تكون إن أنا أطلق اسم خال أو عم على اسم الشخص يعني لكن أنا دلوقتي يهمني الصلة اللي مبيني ومبين خالي لو أنا أخدت عليه آه يعني لو أنا أخدت عليه هيبقى بالنسبة لي الصلة مبيني ومبينه حلوة قوي فإذا أنا لو وقفت وقعت في أي مشكلة هروح أستشيره لكن ده أنا أتكلمك عن الأجيال إحنا على أيامي مثلا أنا متربين دي تيتا دي خال كذا دي عمتي كذا دي استحالة إن أنا أقول اسمها لكن دلوقتي الأجيال الحديث حتى الأب والأم بيقولوا يا محمود يا كذا تحب ابنك أو بنتك يقولوا لك يا محمد متهالفة نعم بحب كلمة ماما مش حاسس إنه آه حتش يقولي يا حبا بالظل يعني أنا الفكرة أن أنا ملمين اللي هيقولي المين ماما يعني أنا أسمعها من مين الصفة دي حلوة في حد ذاتها بجد أو أنا مثلا يعني مثلا عم مثلا تمام أنا مين اللي هيقولي يا عمتي مثلا مين يعني أسأنا مستغربة من الأجيال الجديدة هي دي مالهاش حلقة يعني أنا معاك في الهيبة وكل حاجة بس أنا ممكن أنا تكون يقولولي يا عمتي وأنا قريبة منهم مثلا يقولولي يا خالي وأنا قريبة منهم مش شرط إنها تكون لو بيبقوا عايزين كمان الحاجة الخاصة يعني عمتي تقولي يقولي لي يا عمتي وتقوليش يا تانت طب تانت هتقولي لأي حد لكن أنا عمتك بزبط دي ألقاب محتوطة ليه محتوطة أو يعني احنا بتحمل المعنى والتقارب بتحمل كل شيء بتحمل سلة القرابة أما أنا لو أنا ما طلقتهش على فلان وفلان هقولي المين يعني هقولها المين يعني لازم يبقى فيه حرص على الموضوع ده حتى الأجيال الجديدة ما يستسهلوش لما هم هيقولوا لباباتهم مامتهم بأسماءهم العادية هتلاقي فيه استهتار الجيل اللي طالع بقى هتلاقي ايه مستهتر بقى مش في بابا ومامته بس لا ده كمان هيستهتر في جده وسته وعمته صحية وهيستهتر بقى في القدوات يعني يعني نفضل بقى مش هيبقى عنده قدوة لكن يبقى الخالي فاندم مؤثر دايما في حيات أولاده خطوب طبعا بنشكر حضراتك جزيلا شكر دكتورة هند فؤاد أستاذ علم الاجتماع المساعد من المركز القومي للبحوث الاجتماعي شكرا جزيلا لحضراتك شكرا لحضراتك